السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللهم معنا نقولكم مرحبا بكم في قناة شو بيت زاد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا على الاتحادية الجزائرية مع الفيفا وين نقولوا الخاطر يحوم حول الخضر منشي الخضر شو مكاش عقوبة المنتخب الوطني كي رفض ميلف بسبب بلك عدم تكييف القوانين أو بسبب يعني كي بزاف أمور كي بزاف أمور وين الخاطر يحوم حول الرئيس اتحادية هل ستقبل الفيفا ميلف عمار شارف الدين رئيس جديد للفاف هذه هي ما باش يدخلونا يقول لك قاضية بلك الفيفا غادي تعاقب لي كي بناصلون ويقول لش مكاش قع مكاش قع عقوبة نقول لكم شتايلة كاين غارامة مالية ليهم ويزيدوا يتلغى إلى ما نعت يتلغى حاتش رانا حدرناها نهال لول راني هادر هاكم راني قيل هاكم ونزيد نعود هاكم اليوم حاتش بأيام الجاية هي اللي غادي تكشف ماذا ما بنوالوا عزقال لك باليون دي صايك قبلوا منها يا ودي قبلوا الميلف برك هذا عمكان ماذا ما ردوا لهم شي يعني يسلموا التسليم هذا كلش ومن البعض ما زالوا عدد الكانجور بلك عكاولة البانجور يردوا لهم ليقبلوه لما يقبلوهش هذه هي وانتراقب الاتحادية الكرة القادم الرد على الاتحاد الدولي للعبة في أيام القليلة المقبلة بخصوص ميلف رئيس جديد للفاف عمار الشارف الدين الذي تم انتخابه خالف لخير الدين زتشي لعهد أولمبيا إلى غاية أبريل 2025 وكشف المصدر المسؤول من الفاف يعني أن الجميع في مبنى دالي إبراهيم متخوف من إمكانية رفض الفيفا لميلف شارف الدين عمارة بسبب عدم تكييف القوانين في عهد الرئيس السابق خير الدين زتشي قبل انعيقاد الجمعية العامة الانتخابية التي جارت في 15 أبريل الجاري في فندق شراطون وقال كاين مصادر أن عدم الاعتراف بمكتب الجديد للفاف أمر وارد جدا لأننا لم نقم بتكييف القوانين الأساسية مع اللوائح الفيفا وتعلمون ما حدث مع الوزار الوصية قبل أيام وإن أرسل محظر الجمعية العامة العادية الأخيرة ومحظر الجمعية الانتخابية التي جارت يوم 15 أبريل الجاري وتنتظر رد من الفيفا في الأيام المقبلة إما بالاعتماد على الرئيس الجديد شرب الدين عمارة رئيس جديد للفاف بشكل رسمي أو بالرفض الملف كعقوبة على عدم تكييف القوانين ثم تتكفل الفيفا بتشكيل لجنة تسيير مؤقتة لمدة 45 يوم تعمل على تكييف القوانين الأساسية وبعدها تفتح الباب ترشوحات مجددا وبعدها تعقد جمعية انتخابية ثانية هذه بي نعطيكم على باك الفيفا إلى الفيفا شكلتنا لجنة تسيير كما نقوله سرات هذه ديومي كاتورز طوغو الحاج محمد راو راوة مشيهو 45 يوم على باك قادرة ترسلك أبو ريدا قادرة ترسلك لقجع رئيس هو اللي يتكفل لك بالمبارايات وينظم لك مبارايات هو كل 45 يوم لكونا ننبهوا منها رهي سرات كنا نقوله يا وديل هذه القوانين يفوتوا خات كاين بالزاب خرجوا ناس كانوا يقولون نا بلي وعلى بنا بلي مكاش عقوبة تع منتخب وطني بس صح شوي كاين عقوبة إلا سات ان شاء الله ما تصراش خاتش على مكاش لي يرضى غادي يجي مصري يجي مصري يسيره ولا مغربي يسيرك لقجع يسيرك ولا أبو ريدا يسيرك هذه اللي يمشي مريحة وذكرت الفيفا المكتب السابق للفاف بضرورة تكييف القوانين الأساسية مع لوائحها في بداية العام الماضي غير أن وزارة شباب رياضة أمرت في تعليمها ووجاتها إلى كل اتحادات صادرة في 8 جوان 2020 بعدم القيام بأي تعديل في القوانين في السنة الأوليبية وكررت ذلك مع الفاف بعد مرسلة الثانية من الفيفا والتي وصلت في جنوبي 2021 وإن فارك من الساوس وإن كشفت مصادر عن هذه اللوحي أبداً مجيك اللوح العظيم والله العظيم ، من السابق أن نتفرجون في القوانين ما في المملكة التواجدين مع المنتخب وطني وما يحدثون في المنتخب وطني سابقاً وما أقول أننا في التسعين هو الثاني سابقاً والله العظيم يا أعاببوا ناربع سنة فيتوها كان ننزعرو two-honey نركوه إلى الماء يبردي والله العظيم ايه بزيب على برك ايه سوالح سوالح صاريين والله العظيم عزيب قعمشي خدمة هذي والله ما خدمها والله ما خدمها قاعدمها هكاشي نرمال مولة كاين ديك 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 نرمال مولة لي وصلنا لهذا لي وصلنا لهذا النقطة الى تقلب في البداية هذا رائس نرمال مولة لي وصلنا لهذا يودينا من هذة وقدتلكم لا توجد من هذة امنوا كنتلكم كايين لوبيت صرتو في كرة القادم كنتلكم باللي فرنسا راح لها بشاك قالها بشكل في كرة القادم كنتم قولها الكم في الـ 2010 إلى الـ 2010 إلى الـ 2010 إلى الـ 2000 کتنكلكم في الـ 2020 كنتم هذة ياكتو تمال بالك ما تبقى ولا تسمعوصاعدك أو كنتم قولكم باللي اarfترانسا وهذه طوطال طاونا كاس إفريقيا بس صح طاونا قنبولا طاونا قنبولا راني نقولكم ونعود لكم فيها طوطال طاعتنا كاس إفريقيا بس صح قنبولا 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 قادرة تنفاجر في أي وقت عكتو كيفاش الكيلاب المتنبحة اللي حاطة المؤخرة التحاق في أوروبا كيفاش يتنبحوا الجزائر هنا ورانو بيدخلوا في طريق تعجمها بالماضي يجي يخدم الجزائر مجيش يخدم لكم مجيش يخدم طرف معارضة يا الشيطان انتوما إلى معارضة روحو هناك كونوا أحزاب وقعدوا هنا بالجزائر وديروا معارضة مشيقا دين قذبتوا في الطبا ما حكمتش قذبتوا من ما حكمتش بأدروق بيتكالبو في جيما بالماضي هكتو كيفاش هكتو وينو سنى أدروق قلتوا لكم باللي العصابة اللي راهي برا في كورة القادم أخطر من العصابة اللي راهي داخل أخطر وصحرنا فيها راني نشوفها أنا واش أهدرت الحمد لله يا ربي ما غشيت بلادي الحمد لله يا ربي حاجة لي فيها ما غشيت بلادي ما ديت واش كائن لبلادي الحمد لله يا ربي أهدرت واش كائن وواش نعر وواش نميز وما كو بغين أن تبعوتها أسيست ومفتاحية أو دي والله حاجة ما تخصني بس حلق الحمد لله يا ربي أنا لديك من قلوب اليودي هاكتشو ضروك ها ها ويراك أكو كيفت قوانين ولكو سكتو على تكييف القوانين هاكتشو ها ها يا ضروك ضروك شكول يسل لك هيا أنت في الديبي يعاقبوك ما يعترفوش بيك منشي هذا شارب دين عم هذا شارب دين عمارة هذا ما عندوتها دخل هذا ناس اللي كانوا مقبلوا مع الواظر وكل شي وش يسرع ناس كانوا يقول لك باللي ما انتعاقبوش صاح المنتخب الوطني ما يتعاقبش صاح كل الى رفضوا كل شي يتعاود ودي لك دريكتوار دريكتوار شكل يمشيها اللي روحوا يمثلوا الشامال إفريقيا هما كين لقجع وكين أبو ريدا روحوا يمثلوا هما اللي غاديك واحد منهم يا لقجع يجي يتحكم فيك يا أبو ريدا يجي يتحكم فيك خاتش الفيفا غاديتدخل ودي لك دريكتوار شكل يهدر الفيفا غاديتدخل طيك تهدر غاديكو تقول لي غاديتعاقب قاعد آفي قاعد تعاقب بربع سنين تروح بربع سنين أ ME тест ما تعيين تهدر ما تعيين تهدر هاي 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 ما كان يشي هادرا ما كان ويلو أكتو كي بشوين أكتو ويرانا واصلين نعيب وقل الهند ونحن أكثر من الهند